خالد القحطاني أول شيء خلينا نتكلم عن المباراة وخلينا نتكلم عن قوميز قوميز وعودته بداية عودته كانت في المباراة الماضية للتسجيل الأمانة الحيوية التي ظهر فيها قوميز وببدر في مباراة ضمك مطمئنة جدا بلا شك أنه قوميز واحد من اللعبة التي نجاعتها أمام المرمى تساعدها الكثير في مسألة الإنهاء لكن أفتقد في نهاية الموسم ماضي بعد كورونا أو بعد مباراة الناصر والتحديد الكثير من الأدوار التي كان يؤديها أمام منطقة الجزاء وفي وقت صعود الفريق تحديد من مباراة الفيصلية، مباراة الحزم، مباراة الأهلي ومع أنه سجل في مثل هذه المباريات إلا أنه كان يعاني كثيرا على المستوى التكتيكي خارج المنطقة في مباراة ضمك وبدر بالتحديد ظهر قوميز في هدف الهيان الأول بأدوار جيدة جدا نتكلم هنا عن دوره الأول في خروجه خارج المنطقة وطلب الكرة تحت محور لعب نادي ضمك وبعد ذلك تطوير الهجمة بأن الفريق كله يصعد إلى المناطق العالية هذه النقطة الأولى تحسب لقوميز بحكم أنه كان يتواجد داخل المنطقة بشكل أكبر أما المسألة الثانية بعد دخوله في منطقة الجزاء كانوا مدافعين ضمك ووقفين بشكل سليم ثلاثة على اثنين في طرف الملعب على كاريلو والبريك قوميز أول لاعب بادر بالإسناد السليم إلى طرف الملعب وبهذه الخطوة يكون سعب مع مدافع بالإضافة إلى أنه حرر أندريا كاريلو اللاعب اللي بعد ذلك كان عنده الأسست ولما تقوم بكل هذا الحراك أمام المنطقة وداخل المنطقة أكيد تظهر لك مثل هذه المساحات لأنك تخلق للدفاعات وتحرك معك أكثر من سنتر بحكم أنك عنصر التهديف الأول في هذه الهيال فبالطبع أن قوميز بعد ما يرجع للمنطقة يلقى هذه المساحة للإنهاء لكن النقطة التي تستحق أن تقف عندها أنك تلقى كل لعبة ضمك مانتومان ألا قوميز اللاعب معه مانتومان يكون خلف ظهر وقت الإنهاء وهذه قيمة كبيرة عودة قوميز لها تعني أنه الهيال كثير ما راح يعاني مثل معنا نهاية الموسم الماضي صحيح أنه مهاجم ممتاز في الإنهاء لكن أيضا هذه الأدوار تعطي قيمة أكبر